أفادت وزارة الدفاع الروسي اليوم بأن أنظمة الدفاع الجوي الروسي دمرت 19 مسيرة أوكرانية خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية وأضافت وزارة الدفاع الروسي في بيان أنه خلال الليلة الماضية دمرت أنظمة الدفاع الجوي المناوبة 11 طائرة بدون طيار فوق أراضي كورسك و 3 طائرات بدون طيار فوق أراضي منطقة بيلغرد إضافة إلى خمس طائرات بدون طيار فوق أراضي القرم حسب ما ذكرت وكالة أنباء تاس الروسية